نالكم القاضة المتبعة وهي ان البطولة اللي بيحققها المنافس ايا كانت هي ايه بطولة فهي البطولة الاهم في العالم حتى لو بطولة من مباراة واحدة مش مسدقيني طب تعالوا نشوف مش عايز حاجة خلاص مش عايز حاجة يو بقى استمتعوا بقى في الدورة لعبوا في الدورة زي ما انتوا عايزين دلوقتي بقى الاهلي عايز يأجل المطش مش عايز يأجلوا مش فارقة معانا خلاص استمتعوا بقى يا باش احنا خدنا خلاص خدنا البطولات خلاص وخدنا اللي احنا عايزينه خدنا اللي احنا عايزينه احنا اسياد افريقيا واسياد مصر عايزين ايه عايزين ايه ده احنا اخر خمس سنين جايبين عشر بطولات والاهلي تمانية التمانية كلهم محليين انا بالنسبالي الموضوع اتعشت خلاص انا اتعشيت يا جماعة خلاص مش عايز حاجة مش عايز بطولات انا عامل ايه انا بقيت السنة كده بقى قعد ايه استمتع في القناة والنوقت بقى نحلل ونتكلم البطولة الأقوى بطولة الدوري كانت بطولة بعد العشاء بناخد نوقت بقى نحلل وخلاص خدنا كل اللي احنا عايزينه ايه اللي انت عايزه بطولة سوبر محلي وبطولة سوبر أفريقي ان لو النادي الأهلي طلع بموسم في بطولة سوبر محلي وبطولة سوبر أفريقي الدنيا تتقلب الدنيا تتقلب حرفيا الناس بتتعشى ببطولتين من مباراتين وبيقولوا ندوري خلاص بقى نقد نحلل براحاتنا احنا خدنا كل اللي عايزين وخلاص اتعشت ده كواس قوي ان احنا النادل اهلي تقريبا ما بنتعشاش طول العمر دايما دايما بيتين بعد كل بطولة من غير عشاء لكن هو قال ان اخر خمس مواسم كان فيه تفوق لنادل زمالك في البطولات حتى دي مش حقيقي نستعرض الصورة بتاعة المواسم هو طبعا بدأ من مسم 2014-2015 حتى هذه اللحظة طبعا كان بعد الصبر كان فات الدوري ما كانش اتحسم لده ولا اللي قبله كانت البطولات حاليا ايه بقى النادل اهلي دورة ابطال افريقيا وبطولتين لا شيء للزمالك الكنفدرالية بطولة وساط بطولة خدها الزمالك سوبر افريقي بطولة وساط بطولة والنادل اهلي يعني عنده بطولة سوبر ان شاء الله يحقها في شهر تسعة دورة عام الاهلي خمس مواسم الزمالك مسمين كاس مصريا البطولة اللي بيتفوق فيها دايما النادي الزمالك لا أسباب متعلقة بفكرة الفريق البطل في الدول بيكون اهمته اقلب بالكاس السوبر المصري الاهلي 3 الزمالك 2 منهم 1 قال خلاص مش هدينا حاجة تاني كأس العالم للاندية النادي الاهلي بيحق برمزية ونادي الزمالك لم يصل او يعرف معنا بطولة كأس العالم للاندية لان لما تيجي تتكلم عن كأس العالم للاندية هتقولي النادي الاهلي فقط لديه طيب لما نتكلم عن السوبر الافريقي اللي هو مش البطولة الاقوى في افريقيا حتى عدد نقاطها في تصنيف اندية القرن قلب كتير جدا من تتويج بدورة بطال افريقيا او كونفدرالية تعالوا نشوف لما قارن البطولة دي اللي هي تعتبر البطولة الافريقية الأضعف ببطولة زي الدوري المصري كان بيقول عليها خليز الغندور ونطلع ونشوف الفيديو وقفتي هنا قبل كده قلتلكوا ايه يا زمالكوية يا زمالكوية استمتعوا في الدوري لعبوا في الدوري اكسبوا بس ركزوا على افريقيا ركزوا على البطولات على فكرة البطولة النهاردة دي مثلا بتجيب 4 مليون جنيه للزمالك عارفين بطولة الدوري دي كلها بتجيب مليون جنيه بطولة السوبر عشان هتقام في الامارات جايبة 2 مليون جنيه لكن البطولة دي بطولة السوبر افريقي جايبة 4 مليون جنيه يعني قد مكافئة الدورة 4 مرات مش معنى كده ان الدوري مش مهم لا الدوري مهم السوبر الافريقي اقوى من الدوري بكتير عشان بيجيب 4 مليون جنيه ما انت معلش انا اسف ما كسبتش افريقيا وما روحتش كاس العامل عندها فيعيني ما تعرفش المبالغ اللي بتدخل من وراهم عشان ساعتها كان مستحيل تقول ان الدوري اقوى او مسابقة تقدر تصنفها ان هي بنفس العوائد ونفس القوة انت لما بتكسب الدوري بيبقى حلمك تروح افريقيا عشان خاطر مش تروح كاس العامل ايه عشان خاطر تقابل النادي الالي في النهائي وتخسر بالقضية لو حسبتها بطولاتك في افريقيا هي 50% من بطولات النادي الالي 15% ولكن في الدوري 30% 13% ل42% فمش من مصلحتك خالص انك تشوف الدوري اقوى ولكن احنا قابلين ولا افريقيا اقوى عشان كده بقول احنا قابلين في افريقيا السيادة الاهلي في الدوري السيادة الاهلي وحيظل النادي الاهلي خط احمر ببطولاته وبتاريخه وبانه بطل على الجميع